موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندما تنتمج الفنون المختلفة مع التخصصات العلمية المختلفة سوف ينتج عن ذلك أكيد حضور وتفاعل يتمثل في انموذج لشخصيات معينة كأن يكون الرجل أو المرأة عندما تكون هذه النماذج على صورة امرأة وهذه الامرأة تكون حاضرة وفاعلة في تخصصها وفيما أودعها الله سبحانه وتعالى فيها من مواهب أو مهارات أو طموح تسعى لتحقيقه فيكون هذا الاموذج إن شاء الله يسعى إلى أن يصل إلى منطقة التميز ريم الوريمي هي النموذج اللي اجتمعت فيه الكثير من الميزات المختلفة التي تقريبا في منطقتها تصل إلى التفرد إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ستريم إذا دخلنا إلى حياتكم يا ترى من أي باب سندخل وعديا محطة نتوقف المحطات كثيرة الحقيقة التي أخذت بي إلى هذا الوجود اليوم لكن سأبدأ من أول محطة وعمري 13 سنة التي رأيت فيها السيدة الزهراء في رؤية وكان من بدايتها اختلاف في كامل حياتي أحسست من خلاله رعاية آل البيت ثم تتالت المراحل قليلا قليلا من خلال الدراسة من خلال البحث من خلال إرادتي أن أعرف حقيقة هذا الوجود لماذا أنا خلقت أول سؤال كان لماذا أنا خلقت فبداية من هذا السؤال بدأت دراساتي تختلف وتتطور وتتقدم فأول ما بدأت الدراسة بدأت في علوم الرياضيات والفيزياء والتي هي أساس في تكوين هذا الكون كله ثم إلى علوم البيولوجيا والتي هي أساس في تكوين هذا العالم المادي الإنسان يتكون من خمسة أشياء من قلب وروح وجسد ونفس ومن عقل بعدها إلى مرحلة العلوم الدينية العلوم القرآن وعلوم الشريعة فدرست المعدة العلوم الإنسانية في باريس شريعة وأصول الدين ثم تخصصت في القرآن الكريم في التلاوة لكن الحقيقة التلاوة لم تكن تشبع عندي هذا الفضول لكي أفهم لماذا القرآن الكريم لماذا هذه الذبذب الطاقية بالذات لماذا تواصل هذا القرآن مع الإنسان لماذا تلك الصورة تضيف عندنا شيء في البيت أو في الإنسان أو فيه أو فيه أو في الشخصية أو إذا قرأت هذا يفعل هذا فأخذ به هذا بعد اختصاصي في علوم البيوتكنولوجيا إلى علوم البيو كوانتوم إنرجي وهو علم بيولوجي في إطار الفيزياء الكوانتية الحديثة وهذا العلم قرب لي حقيقة ما أبحث عنه في حياتي عموما وهو سر هذا الوجود ولماذا نحن موجودون كل تخصص تحدثين عندنا إلى سبب ودافع بالضبط ننتقل إلى تخصص ثالث نعم فلما جمعت بين القرآن الكريم وبين علوم الطاقة عموما فهمت أن ما يروج اليوم مثلا لعلم الطاقة وما نراه وما يتحدثون عنه ليس إلا إنعكاس لحقيقة هي وجدت عندنا نحن في الإسلام ولكن للأسف الشديد لم نتعمق فيها فنحن تعودنا أن يأخذ كل شخص اختصاص واحد ويثبت في ذلك الاختصاص ويشتغل عليه فمعظم الوقت هو مبدع في اختصاصه الوحيد الذي هو فيه لكن الاختصاصات الأخرى لكي يكمل بها المعنى الشامل للإنسان والمعنى الشامل لهذا الوجود يكون يحتاج لمن يعطيه ويضيفه كان عندي هذا الشغف لكي أذهب في كل هذه الاختصاصات لأفهم أنا لماذا هنا في الآخر لماذا نحن موجودون؟ لماذا الأنبياء؟ لماذا آل البيت؟ لماذا وجد هذا الكون؟ لماذا هذه بهذه الطريقة وهذه بطريقة أخرى؟ فجاء بعدها من علم البيوكوانتوم انرجي اختصاص تطهير هذه النفس ثم مجال الروحانيات والتصوف كان مرحلة كبيرة ومهمة أيضا في حياتي قربت لي ولكن لما وصلت في آخر هذا الاختصاص في التصوف وجدت أنه هناك مرحلة وانتهت لا يزال هناك شيء آخر أنتظره فجاءت مرحلة آل البيت سلام الله عليهم في البحث تعطيني الثقل والأهمية لهذه التخصصات الثلاثة هكذا رقم واحد اثنان ثلاثة كيف تترتب؟ صعب أن أرتبها لأنها مكملة لبعض صعب أن أرتب هذه واحد هذه اثنان هذه صعب جدا القائمة الآن مطواني؟ ما في ترتيب في عمل في العقل بكل هذه الأشياء مع بعض لأن ما ينقص في الأولى يكمله الثاني وما ينقص في الثاني يكمله الثالث فإذا اجتمعت ثلاثتها تحدث هذا الشيء الضعيف الفقير الموجود أمامك طيب ستريم يعني الآن في ذهنكم هناك أنه تتم الإختصاصات أخرى أكيد أكيد وستكون في آل البيت سلام الله عليهم وهذه نقطة بحثي الآن التي يمكن الجميع يروني لماذا تخوذ هنا وتخوذ هنا هل هي من هنا أو من هنا؟ نعم السبب هو أنني أبحث إلى آخر هذه النقطة إلى أين يمكن أن يذهبوا بآل البيت في هذه العلوم خاصة وأن كل الذي درسته لما أرى كله يذهب ويسكب عند الإمام علي عليه السلام عليه السلام أحسنتم طيب الآن ننتقل للمحطة الإعلامية أحدثت فارق في حياتكم؟ أكيد أكيد لأنه مثل الذي كان في الظلام وأصبح في الظاهر يعني مثل الذي كان في باطن وأصبح في الظاهر امتزجة العلوم اللي موجودة عندكم التخصصات وانصهرت مع بعضها وبالتالي أحدثت واقع مختلف على الساحة الإعلامية أكيد ما في يعني الساحة الإعلامية فيها طابع من كل شخصية تتقدم في الساحة الإعلامية فأكيد يكون لكل شخص إذا كان هناك خلفية عنده تكون هي بصمة بائنة في شخصيته في إطار الإعلام رغم أنه في البرنامج الذي قدمته لم أقدم جانب العلمي كان خصوصا في المحاورة وشخصية المحاورة هذه تعريفين تعتمد على الإلقاء تعتمد على الحديث أمام الجمهور لأننا نحن نتخيل هذا الجمهور وراء الكاميرا قبل أن نتخيل فقط كاميرا أمامنا وعلى الراحة النفسية في الحوار وهذا الحقيقة أنا مريت بفترة في صغري مهمة جدا أعتبرها فيها وكان عندها الطابع في المجال الإعلامي فيما بعد كنت دائما متواجدة في كل المباريات الثقافية لما كنت صغيرة وهذا أوجهه للأمهات والآباء في أن يحفزوا أولادهم منذ الصغر على أن تكون إذا بدرت في شخصيته المعطيات التي تبين أنه عنده قوة شخصية فيدفعونهم إلى كل المجالات التي يمكن أن تبني شخصية طيب إشارة أخرى بالنسبة لك الفرصة ما هو مفهومها وكيف لي أن أختنمها ما أفوتها لأنه الآن أنت الفرص اللي حسب ظروفكم واللي خلقت عدكم نوع من التفرد نتيجة امتزاج وانصهار ما بين التخصصات اللي حضرت وما بين أيضا عملكم ومجال عملكم الآن واللي أحدث الفارق مثل ما ذكرنا الفرصة ما فهمها عدكم لعبدور هو الحقيقة ليست فرصة وأنه مختيار من الله سبحانه وتعالى إذا حضر نحن نراه فرصة فنمسك بها تعودنا حبيبتي أن لا نسمع الكون كله يحدثنا من كل المجالات وفي كل الاتجاهات فلما تأتي الرسالة ولنكون نحن مستمعين حقيقيين لهذا الوجود نعلم أن في تلك اللحظة جاءت تلك التي نسميها نحن الفرصة فيجب أن نكون منتبهين ومستمعين فرب العالمين سبحانه وتعالى يحدثنا في كل شيء من القرآن نحن بدأنا من القرآن صح فلما ننتبه إلى وجود هذه الرسالة الحاضرة في تلك اللحظة ونكون واعين بأننا كلنا فعالون في هذا الكون كلنا بدون استثناء أي كان ما هو العمل وما هي الشخصية نحن عندنا دور في هذا الوجود فتأتي تلك التي نسميها الفرصة فلما نراها وجدت هنا يجب أن أول شيء أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى فإذا تم التوكل على الله سبحانه وتعالى كل الفرصة تصبح نجاح موهبة على الطفل أو طفلة كان عندها طموح والظروف ساعدت وبالتالي مهدت إلها أنه بالإمكان أن نتنمي هذه الموهبة والأرضية كانت ملائمة وبالتالي استطاعت أن تجمع يعني ما بين تخصص ما بين موهبة ما بين الظروف اللي كانت محيطة بها وبالتالي خرجت شخصية مميزة هذه الشخصية بالمجمل بالنتيجة هي سوف بالفائدة اللي اكتسبتها سوف تفيد الغير المن تفيد نسأل الله أول شيء أن يستعملنا ولا يستبديلنا وأيا ما كانت الإفادة أحيانا لما أتكلم في مجتمعنا لأن موضوعاتي تحتفوق أحيانا الوعي العام فيقولون لي أنت مجنونة أقول لهم أنا أزرع بذرة الحب ولو في الصحراء حتى تمتر فيأتي يوم وتمتر فكالكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء فأي كلمة نقولها أو أي شيء نؤديه سيثمر عند شخص ما لعلنا نقولها اليوم في تونس ولكن وجدتها في آخر العراق لعلها تقال لا أدري في المشرق ونجدها في آخر المغرب فالكلمة أيضا طاقة ونور تصل إلى القلوب التي تنتظرها ليس هو فقط فاعلية في شخص ما أو إلى من يوجه هذا الأمر أو إلى هذا الكلام هذا الكون كله مسير سبحان الله برحمة الله سبحانه وتعالى فأنا أقول اليوم كلمة أوجهها أقول سأوجهها إلى الآباء مثلا أو إلى الأمهات مثلا لكن سبحان الله أجدها عند الإطار التعليمي أو أجدها عند كذا وكذا وكذا هو مستقبل وموتي وفوق كل هذا تيسيره سبحانه وتعالى لطيف اللغة التي تتحدثين بها ستريم طيب إحنا الآن لو ذهبنا إلى انتماءاتكم العقائدية نذهب هكذا إلى سنة 2017 فيها ما فيها من الأمور التي فعلا صنعت الفارق ونستطيع هكذا أن نصفها تحول تحول صحيح لك الحديث صحيح قبل سنة 2019 ككل سنية ترى أن الشيعة أبشع شيء على وجه الأرض سأتكلم بكل صراحة لأنه نرى تلك البرمجات التي كانت موجودة عندنا وفي عقولنا وهم كذا وهم كذا وهم كذا لكن سبحان الله أنا سأبدأ من البداية من 2015 قبل أن أتطرق إلى 2019 لكي تفهم الموضوع كيف صار في 2015 كان في إطار تدريس تعليم منزلي لأولادي في البيت لا عنده علاقة لا ببحوث ولا بحقيقة ولا بأي شيء كنت أدرس أولادي في البيت تدريس منزلي فكان عندهم درس في إطار الخلفاء الأربعة ومن خصائص التعليم المنزلي وبداغوجيات التعليم المنزلي أن لا نكون في الكتابة لا أكون في الماكيت والشرح والتعليق والصناعة اليدوية فكنا نريد كل فئة من هذه الفترات أن نصنع لها تشكيل معين فلما بدأت الخليفة الأول الخليفة الثاني الخليفة الثاني كل شيء متوفر عندنا في كتبنا قدمت وضعت مع الأولاد جهزنا نظمنا لما وصلت إلى الخليفة الرابع ما وجدت شيء أقولها وقلتها ما وجدت شيء في كتبنا ما وجدت شيء عن الإمام علي عليه السلام كانت بالنسبة لأول صدمة فبدأت في البحث ومن إطار فقط تدريس للأولاد وجدت نفسي في بحث معمق فهناك اكتشفت العديد من الأشياء اكتشفت أن هناك تغييب لآل البيت اكتشفت أن هناك مظلومية لآل البيت ما كنت أعرفها قبل هذا أبداً والبتة حتى في دراسة شعرت بالتحديد شعرت بالتوفيق الإلهي أن تتفتح أكيد تسألين هذه التساؤلات لما أرى الإطار الذي دخلت به ما عنده علاقة أبداً فهي رحمة هناك مسافة ترينني بداية كلامي كانت عنه سبحانه وتعالى لأن حقيقة رعاية ربانية لم تأتي من لا شيء فلما بدأت أكتشف هناك الحاجز النفسي لكي أتقدم إلى الشيعة وأبحث عن ما هو الحقيقة وحتى أن أذهب أبحث عن آل البيت فحقيقة اليوم يقال آل البيت محصورين في إطار المذهب الجعفري محصورين فأن أتقدم وأذهب وأكسر هذا الحاجز النفسي لكي أستطيع أن أقدم على فهم من هم آل البيت هؤلاء الذين بالرغم أنني أنا أعلوية من الأب ومن الأم وبالرغم هذا ما كانت عندي هذه المعلومات التغييب جداً كبير جداً كبير فلما وصلت إلى تلك المرحلة يجب أن أجد حل فيكتب الله سبحانه وتعالى قلت لك التوفيق الإلهي أن جاري في السكان إيراني شيعي وزوجته سنية جزائرية نعم فبدأ النقاش ودعوني إلى العراق في الأربعين قالوا ليس ترين بعيونك أقول لهم لا أنتم كذا ويقال كذا ويقال كذا ويقال لك وآلوا البيت فكانت السفرة لم تقف الظروف مثلاً أو نوع من التخوف أكيد أنا يوم أخذ رابط أخذ وأنتي إمرأة يوم أرادت أن أذهب أخذ الفيزا من تونس كانت ركبي ترتعش ولما خرجت في الطائرة كنت خائفة بس لما وصلت يا الله بدأت الحواجز النفسية الموجودة كلها تكسر واحدة 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 حتى بدأ القلب ينفتح قليلاً قليلاً وبدأت أفهم وبدأت أعرف وبدأت أنت بخاصة باختصاصي في علوم البرمجة اللغوية العصبية أن كل الحواجز النفسية بنيت لكي تضيع عننا حقيقة آله ما المقصود بالحواجز النفسية اللي ذكرتيها الآن؟ الحواجز النفسية هو ذلك الخوف الذي يبنى في العقل اللواعي من خلال الصور الذهنية التي تبث في الإعلام في الفيديوهات أو من خلال الصور الذهنية التي تبنى في الكتب والموروث الذي بين أيدينا فتجعل هذه الصور الذهنية برمجة في اللواعي تحدث ألم نفسي داخلي عند الخوض في المسائل التي برمجت في العقل فهنا أول ما ينساق على كل الموضوعات على كل الموضوعات حبيبتي وهذا هو السبب الذي نرى فيه اليوم هذه المشاكل الطائفية هي تلك البرمجة التي تحدث ذلك الحاجز النفسي الذي يمنع من الذهاب إلى البحث في آل البيت أنت متصدية لهكذا موضوعات؟ أحاول أن أشرح بكل الإمكانيات التي بين يديك هناك حلم بعيد الأفواب؟ أكيد أكيد أن نجتمع كلنا حباً وعشقاً لآل البيت سلام الله عليهم استشراف المستقبل الأمور هناك بواكير خير وبشارة خير ستسهل الأمور للمرأة اليوم المسلمة؟ أكيد ما دمنا على خطة سيدة الزهراء سيكون نحن لعلنا لما تنظرين إلى ساحة اليوم الإعلامية أو في السوشيل ميديا أو معظم الاتجاه في الحديث عن السيدة الزهراء سلام الله عليها يأخذ المنحة التاريخي أو المظلومية وليس هناك اتجاه إلى كل المعاني الحقيقية الموجودة في سيدة الزهراء أنها القدوة، الأمومة، التربية النفسية، الاتجاه السياسي أيضاً سيدة الزهراء تجمع كل الكماليات لبناء مجتمع سليم اليوم يمكن نتوجه إلى قدوة معينة تكون مختصة في مجال ما فنأخذ منها ما نحتاجه لكن فيها طابع الشخصية التي أعطتنا هذه المعلومات أو ننتجه في التختصاص آخر إلى شخصية ثانية نسوية أيضاً وكذا وكذا كل طابع نأخذه أو كل كمالية نأخذها من هذه الشخصية ستجتمع فيها طابع الشخصية فإذا أردت أن تركب الجميع مع بعض لن تصلي أبداً إلى كمال الشخصية التي تريد أن تصلي إليها أما السيدة الزهراء سلام الله عليها ففيها كل الاتجاهات فإذا جمعت الدراسات في كل هذه الاتجاهات وأخرجنا الشخصية سنجد النموذج الأكمل للمرأة في الإسلام الإعلام في هذه اللحظات بهذه المحطة تحديداً ما محله من الإعراب؟ ما زال بعيد قليلاً ما زال بعيد نحتاج نعم لكن لا تتاح لنا دائماً الفرصة نحن نتمنى وهذا أوجهه رسالة إلى كل محطات الإعلام أن يعطونا الفرصة على أن نحيط بمجال السيدة الزهراء كقدوة وكامرأة لكي نبين كل هذه الجوانب فيجتمع كل مختص في مجال معين ويدرسه من خلال السيدة الزهراء أستاذ ريم أستطيع أن أصف التجارب الإعلامية اللي مريت بها هكذا نستطيع أن نقول أحدثت قفزة نوعية أكيد أكسبت كمهارات أكيد الحمد لله بالإمكان تسخر أكيد بإذن الله تعالى إن شاء الله بالتعاون إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله كل كلامكم ببشارة خير إن شاء الله أستاذ ريم إن شاء الله نكمل ويا حضرت بهذه التجربة صراحة المتفردة إن شاء الله بعد أن نذهب إلى هذا الفاصل روح النبوة شكلت نقطة مضيئة في نفسية وروحية المرأة المسلمة نرى إن شاء الله واقع ذلك في حياة الأستاذة ريم الوريمي مرة أخرى حياكم الله حياكم الله حبيبته حضرت في روح النبوة اللي إلى صراحة مساحة وحيز في نفوس النساء المسلمات ولي إلهم يعني فاعلات على في مجالات عدة في الحياة اليوم لهم اسمهم وحضرهم وتمييزهم حضوركم في روح النبوة كان شخصية دينية تخصص علمي معين أم شخصية إعلامية حاضرة لعل لي أفاجئكي ليس أي شيء من كل هذا أين عزت الثغربين؟ لطالما تعودت أن أكون متواجدة في مدخلات أو في إضافة للمهرجانات هو على فكرة قبل أن أقول هذا أنا أول مرة أدعى في احتفال دائما أدعى في إطار أحزان آل البيت وليس في إطار احتفالاتهم لعلك تتسألين لماذا؟ لأنه في الحقيقة آل البيت إذا لم نتشبع ونفهم ونعلم حقيقة مظلوميتهم لا يمكن أن ندخل على بوابة معرفتهم فكانت هذه البداية أن أعرف حقيقة كيف تأذم ما الذي وقع عليهم أن أعيش تلك الأحزان أن أستشعرها لأنه الألم هو الذي يرفع حجاب القلب معظم الناس لما يمرون بتجارب صعبة في حياتهم يسخطون على هذه التجارب لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أمر المؤمن كله خير إذا أصابته سراء شكر وإذا أصابته ضراء صبر وكان خير الله في كل تالحالتين فالألم هو الذي يرفع حجاب القلب فإذا أردنا أن ندخل عليهم يجب أن نعي حقيقة المظلومية التي مروا بها إلى أن نصل إلى زيارة الأخيرة في الأربعين أربعين الإمام حسين سلام الله عليه التي تعتبر دخول من عالم الظاهر بالنسبة لي أشرح لكي رؤيتي أنا من عالم الظاهر إلى عالم الباطل لربما سبب دخول كان في هذه الأجواء اللي كانت حزينة مع ما فيها من التحدي ومع ما فيها من الهم في خدمة مولانا أبي عبد الله أكيد أكيد حلاوة 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 فملت إلى الحزن نعم لعله في البداية لعله لكن حقيقة دخول على بواطن آل البيت لا يجب أن يمر بظواهرهم وظواهرهم كان معظمه وكله في الأذى فيما بعد جاءت هذه الدعوة إلى روح النبوة الحقيقة الدعوة ما كانت في الحسبان أبدا جاءتني يومين بعد أمر وقع لي أنا سألت سؤال لأحد المشايخ قلت له أريد أن أعرف حقيقة سيدة زهراء طيب أنتم دائما تقولون في الأدعية والسر المستودع فيها ما معنى السر المستودع فيها فرده على سؤالي كان الدموع وأجهجت أنا بالبكاء وذهب أجبت على السؤال فوقع في قلبي الشغف أن أعرف ما هي الحقائق في هذه سيدة زهراء برغم كل الذي قرأت أنا متأكدة أن هناك أعمق وأعمق وأعمق بعدها بيومين جاءتني الدعوة إلى مهرجان روح النبوة بيومين سبحان الله فلما تواصلت معي الأخت المسؤولة لمؤسسة الكفير بارك الله فيها والعتباء العباسي جزاهم الله الله كل خير على هذه الدعوة قلتها أريد أن أسمع لا أريد أن أتكلم هذه المرة خذوني هكذا ضعوني وأريد أن أسمع شرحت لك منذ قليل لما قلت لك يمكن أن أخذ اختصاص أو علم بسيدة زهراء من خلال مختصة في كل مجال بمفردها لكن هناك طابع شخصيتها ولما نجمحهم لن نجد حقيقة المغزى من كمال سيدة زهراء فأردت أن أكون هذه المستمعة هذا القلب المنفتح أو هذا الوعاء الذي سيحمل من هذا المعنى من هذه يأخذ شيء ومن هذه شيء ومن هذه شيء ولما يكتمل هذا بعد روح النبوة إن شاء الله لعلني أخرج حوصلت ما وصلت أنت الآن تقيمين المهرجان من أنا لي أقيم من أنا لي أقيم ولكن أنا سأقول أشرب من مشارب سبقتني في معرفة السيدة الزهراء إلى أن أجمع كل هذا وأخرج لعله القليل الذي سيمون الله به علي في ذلك لماذا استغرفتي لما ذكرت أنه تقيمين لا أكيف أن أقيم ما أنت تفهمين أنه بالإمكان يكون إلي مساحة أو موقع فيها لم آتي لا من باب تقييم حقيقة أتيت من باب الفقر لكل معلومة بسيطة عن السيدة الزهراء أضيفها عندي لعلها لما تطبخ سأقولها كذا ستخرج طبخة يمكن أن أقدمها تليق بسيدة الزهراء حقيقة لأنه أشعر أن أي كان ما سيقال في حق السيدة الزهراء جدا قليل وجدا جدا بخيص وليس له أي قيمة مقارنة بما يمكن أن نقول عن السيدة الزهراء السيدة الزهراء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها ابنت الرجل الأول في الدولة وزوجة الرجل الثاني في الدولة ما عاشته في بيتها ما ممكن يكون أي امرأة على التاريخ أبدا أبدا وسلام الله عليها إدارتها على مستوى كأم كزوجة على مستوى حتى السياسة اللي ذكرت قبل قليل على لسانكم هذا كله يفتحنا أبواب كثيرة أدمن الصد لقضية السيدة الزهراء برأيكم وحسب كل الأمور الذكرتها متعلقة سواء على مستوى تخصصاتكم أو يعني صراحة المساحة الواسعة اللي شغلتها في مجالات عدة على مستوى الإعلام وغيرها لو أردنا أن نوصل يعني فكر السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها يا ترى عن طريق مظلوميتها من باب مظلوميتها أستطيع أن أوصل اسم السيدة الزهراء مثلا ويكون هذا المرجاح أم أتحدث عن قدسية السيدة الزهراء باعتبار كيف خلقت وكيف كان قبل خلق آدم والسر المستودعي فيها يكون هذا الباب الواسع والكبير أم بالإمكان بطريقة معينة حسب تخصصي وحسب أنا ما لدي من أدوات أوصل هكذا مقتطفات فيها وتكون نموذج كالنماذج الأخرى وبالتالي أنا الآن قصرت في هذه الحالة لأنه صديت لأمر لا ربما ما ممكن يصدى لأي أحد أو أي امرأة تصدى لأ لابد أنه فيها كذا وكذا من الأدوات حتى تستطيع أن تصدى إلى سؤال جيد هي سيدة الزهراء سلام الله عليها كانت عندها حياة كاملة ومرت بفترات في حياتها وأدت وظائف عدة في حياتها فأبد لا يمكن أن نفصل محاورها يمكن إذا أردنا أن نتخصص في محور معين خاص بسيدة الزهراء النفس لكن كل معرفة سيدة الزهراء أو تبيان وظيفة سيدة الزهراء أو مقام السيدة الزهراء أو اتخاذ سيدة الزهراء كقدوة يجب أن يؤخذ من كل هذه المناح التي أنت تكلمت عنها كأم كأم كزوجة كأم أبيها نتوقف على التفصيلات كأم أكيد كأم ما واقحه صورتها اليوم إذا أخذناها ورأينا الرجلين الذين جاءت به نأخذ حتى مثال سيدنا الحسين سلام الله عليه وننظر إلى سيدة الزهراء من خلال تربيتها ومن خلال مزارعته في سيدنا الحسين وهو كان نهضة لهذه الأمة نهضة كاملة فكيف يمكن أن تكون هي قدوة بالنسبة لكل أم؟ من عكاس دور الأم اليوم من صورة سيدة الزهراء؟ الأم اليوم من صورة سيدة الزهراء نحن الحقيقة الأمهات عندنا لم تنعكس من عندهم أو عليهم السيدة الزهراء بكمية كبيرة لأنه تعودوا أن يأخذوا العديد من القيادات غير السيدة الزهراء أريد أن أعرج على شيء مهم جدا اليوم السينما التلفزيون مواقع التواصل الاجتماعي كل ما يحيط بنا هو الذي يضخ القيم الإنسانية عند أمهاتنا وأطفالنا وليس العكس السيدة الزهراء تعتبر فقط أنا أراها في مجتمعاتنا يمكن يختلف عندكم في الشرق الأوسط الموضوع لكن عندنا في العالم في شمال إفريقيا عموما نرجع إلى هذا العالم الغربي أكثر من أن نرجع إلى السيدة الزهراء السيدة الزهراء إذا أخذناها وأخذنا القيم الإنسانية التي نحن اليوم تهدم وتكسر عندنا القيم الإنسانية الانتماء الديني نحن نخاف على الانتمائنا الديني لكن هناك الانتماء الثقافي الانتماء العقائدي الانتماء حتى الهويات الإنسانية والقيم والهوية الجنسية مثلا في الجندر الذي موجود اليوم ونحن لنفهمه بطريقة صحيحة كل هذا هو يهدم أسرنا ويهدم الأم السيدة الزهراء سلام الله عليها هي الصورة الوحيدة الباقية التي تحمل كمال هذه القيام الإنسانية كزوجة كزوجة العطاء الحب النور كانت نور لما تزوجت سمي زواجهما زواج النور فهي التكملة هي السكينة صورتها اليوم هي السكينة السيدة الزهراء هي السكينة لزوجها اليوم نحتاج أن تفهم المرأة أنها هي نواة ذرة البيت وزوجها الإلكترونات المحيط بها كما كانت السيدة الزهراء هي نواة ذرة بيت الإمام علي عليه السلام وهو كان الذرة المحيط بها موقفها تجاه إمام زمانها صورتها اليوم الله أنت صعب قليلا في أسئلتك حبيبتي كيف يمكن أن أشرح هذا الأمر وأنا ضعيفة في هذا الموضوع؟ بجملة تقرح القلب وهي قريبة جدا من القلب وحسب ما؟ حبيبتي يجب أن أشرح السر المستودع فيها أيضا سلام الله عليها هل أن أستطيع أن أشرح لك هذا؟ تقريبا ختمنا الحديث بدمعة إن شاء الله ببركة ذكرها بإذن الله تعالى يكتب لكم التوفيق إن شاء الله في عملكم في مجالاتكم العلمية بإذن الله إن شاء الله تميز أكثر وأكثر شرفنا وأسعدنا بلقائكم الأستاذ ريم الوريمي حبيبتي إلى هنا ينتهي هذا الحوار في أماني الكريم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة